اهلا بحضراتكم الفقرة الاسبوعية مع الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الاسلامية وهي يوما ما اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بيك يا استاذ محمد النهاردة هنكمل المعارك الفاصلة نعم بس الصلح الحديبية مش معركة صحيح صح نفتكر كده مع بعض كنا قلنا يعني مهما قيل في سعد بن معاز فهو يستحق مهما بالغنا ومهما تكلمنا عن سعد بن معاز فهو يستحق طبعا هذا يدل على مكانة سيدنا سعد بن معاز رضي الله عنه وهو الذي طبعا أصيب بسهم قطع أكحله هو عرق يعني في اليد كما العرق الممتد للوريد هي إصابة قاتلة فكان يدعو اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقيني فإنه لا أحب إلي من أن أحارب قوما كذبوا نبيك وهجوه وأخرجوه يعني هو كان يتمنى إذا بقي من حرب قريش شيئا أن يبقى ولا تميتني حتى تشرح صدري في بني قريزة والناس اللي هم خانوا وكادوا أن يدخلوا فبالفعل ظل في إصابته هذه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريزة ثم مات فاستجاب الله دعاء كل نائحة تجذب إلا نائحة نائحة سعد رضي الله عنها الوقت خلص وأنا يعني أمتعتني جدا بغزوة الأحزاب صور يعني جدا ده كان جزء من حلقة الأسبوع اللي فات ما جبناه سيرت سلح دايبي ما اتفعناش لأنه الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبقى من حرب قريش شيئا كما ذكرنا أنه سيدنا سعد قال اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني فإنه لا أحب إلي من أن أقاتل قوما آذوا نبيك وهجوه وأخرجوه لكن الله تبارك وتعالى لما استجاب دعاءه لم يبقى من حرب قريش شيئا فالمعارك القادمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش زي ما هنشوف كده أولها هو هذه المعركة السياسية وهي معركة الحديبية أنت بسميها معركة لا هو أهل السير سموها غزوة الحديبية نعم سموها غزوة الحديبية وصلح الحديبية والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يطوف بالبيت ومعه الصحابة محلقين ومقصرين ومكبرين يعني على هيئة المعتمرين على هيئة العمر فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين هم حول المدينة واستنفر الناس صحابته لكي يخرجوا إلى العمر طبعا زمان والمفترض أنه لا يزال إلى الآن الأصل أن الكعبة أن قريش تتشرف بخدمة الكعبة وليست سلطانا على الكعبة تمنع وتمنح من قصاي بن كلاب من قصاي بن كلاب نعم قصاي بن كلاب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحج إلى الكعبة كل العرب بالذات في الأشهر الحرم اللي هي شوال وذو القاعدة وذو الحجة والمحرم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العمر في شوال لحظة في ذو القاعدة لحظة استنفر الأعراب اللي حويني المدينة استنفر الأعراب هل كان الإسلام منتشر في الأعراب بالشكل؟ ده ولا في ناس طلعت مش مسلمة أصلا تحييب تعمل هذا وهذا يعني هذا وهذا لأنه الأصل إنه الكعبة مفتوحة لكل من أراد أن يحج إليها من العرب تمام والنبي صلى الله عليه وسلم لما استنفر الأعراب نقدر نقول إنه أراد صناعة رأي عام من جهة أنه قصد الكعبة معظما لها ومعتمرا لأن أحد وسائل حرب بقريش الدعائية ضد المسلمين أنهم قوم لا يعظمون الكعبة والحاجة الثانية إنه خروج النبي في جمع كبير يعطي الإمكانية أن تواجههم قريش بالحرب يعني لما يخرج النبي ومعه الأعراب الذين هم حول المدينة اللي فيه مسلمين ومش مسلمين فإنما يعطل أو يعيق أن تستقبلهم قريشهم بالحرب لكن الحقيقة أن الأعراب الذين حول المدينة غلب عليهم النفاق وظنوا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف وربعمائة واحد اللي هم خرجوا مع الذين هم المهاجرون والأنصار هذه فرصة زهبية لكي يخرجوا إلى قريش ولكي تقضي عليهم قريش ولذلك حتى لما نزل قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا يعني هم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم إلا سلاح والراكب يعني ده دليل برضو على أنه لم يأتي لحرب وإنما قادم إلى زيارة الكعبة ده الراكب يعني أعلات خفيفة حاجات خفيفة يعني السلاح اللي هو يعني يحتمي به المرء من قطاع الطريق من السباع والذئاب ونحو هذه الأمور مش مش سلاح الحرب يعني الوقت كان شوال ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول ذي القعدة سنة ستة هجرية طيب قريش أول ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها هنا يعني أخذتهم حمية الجاهلية كما وصفها القرآن الكريم حمية الجاهلية قالوا والله لا يدخلها علينا أبدا وهنا يعني بدأ الحرج يحيط بقريش والله هو أنتوا بتخدموا هذا البيت لمن أتى إليه معتمرا وحجا ومعظما ولنتوا عندكم السلطة التي تمنعون بها من تسمحون بها لمن تحبون وتمنعون بها من لا تحبون زي عالي سعود دلوقتي بالضبط كده فلكن قريش يعني أصرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل عليها معلش يا سيد محمد ده حصل ما بين الرسل واللي حصل يعني حصل إزاي حصل إزاي إنه هو قريش يطلق مش تخش حصل إزاي بداية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم من ميقات ذو الحليفة يعني ميقات الإحرام للذين يقدمون من المدينة أحرم لبس الملابس الإحرام وساق معه الهدي التي هي الذبائح التي تزبح فيه وساق معه الهدي وخرج فهو هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه هيئة معتمر ده رقم واحد حاجة تانية أن قريشا لما سمعت بهذا أرسلت من جانبها رسلا فأول من أرسلتهم واحد من خزاعة اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي فبديل بن ورقاء الخزاعي قال ذهب وقال يا محمد قد سمعت قريش أنك قد خرجت لها وقد عزموا أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم لقتال وإنما قدم معظما للبيت ومعتمرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل قريش أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس يعني ليه قريش تقف في وجه هذه الدعوة وتتبنى أن تحاربها ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس فإن أصابوني يعني لو الناس غلبوني فقد كفوني بغيرهم وإن أصبتهم دخلوا في الإسلام وفيهم وفرة بدل ما هم متعاهدين الحرب ضد المسلمين وإن لم يفعلوا يعني لو ما دخلوش الإسلام قاتلوني وبهم قوة فما تأمل قريش فوالله لا أزال أجاهدهم حتى تنفرد هذه السالفة السالفة التي هي الرقبة يعني والله لا أزال أجاهد على ما بعثني الله عليه حتى أقتل يعني فبديل بن ورقاء الخزاعي رجع إلى قريش دعوه اسمه إزاي دعوه إزاي دعوه إزاي دعوه إزاي دعوه إزاي دعوه إزاي فراجع إلى قريش وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم معتمرا ومعظما ولا يريد حربا فقريش طبعا قالت له يعني إنما أنت أعرابي لا علم لك دعوه يعني فالمهم لم يقبلوا منه ثم أرسلوا رجلا آخر الرجل الآخر ده اسمه الحليس يعني بديل كان كويس طب خلينا نقول الحليس لا بالعلاس عجبني يعني أنا مبسوط والله الحليس الكناني ده كان سيد قوم اسمهم الأحابيش الأحابيش دول جماعة الأحباش لا الأحابيش غير الأحباش الأحابيش دول مجموعة كده من من القبائل العربية فيما حول مكة وبينهم ويمتدوا إلى ما بين مكة والمدينة كمان وبينهم وبين قريش حلف أيضا فالراجل الحليس ده سيد الأحابيش حاجة جامد فهو داخل بقى كوسيط يعني فذهب إليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من معرفته وخبرته بالرجال قال إن هذا من قوم يتألهون عارف أن الحليس ده راجل متدين ورقيق وتؤثر فيه مظاهر التدين فأطلقوا في وجهه الهدي فمن قبل ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم سابون الخرفان والغانة فلما أطلقوا في وجهه الهدي ورآها يعني مقلدة ومشعرة على هيئة المعتمرين واستقبلهم لا لا يعني مقلدة ومشعرة برضا مقلدة كانت العرب تضع في أعناق الإبل اللي هي الهدي الهدي اللي هي الدبح لكعبة آه تعلق فيها قلادة فيعرف أنها يعني ذاهبة إلى الكعبة فلا يتعرض لها تمام مشعرة يعني لما حبست لما فضل فترة النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا هذه الرسل فلأن المكان ما كانش فيه مية فكانت الهدي يأكل أوباره وأشعاره آه نح الوبر آه فأول ما رأى هذا المشهد عاد دون أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم دلح ليس دلح ليس من أكريم الكناني دا عاد دون أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقريش ما على هذا عاهدناكم لقد جاء الرجل معتمرا ولم يأتي لحرب فنهروه قالوا له برضو يضحك عليك ويعني وانت برضو ما بتفهمش وهكذا فقال لهم يا قريش ما على هذا عاهدناكم أتكون الكعبة الكعبة يأتي إليها لخم وجذام وكندة وحمية ويمنع منها ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب اللي هو كان سيد لجد قصي يعني ابن عبد المطلب اللي هو كان سيد قريش في وقته وكان الذي يتولى خدمة الكعبة وكان لا يرد له قول في قريش فإزاي الناس دي كلها عملة يجيب راحتها ويرد عن الكعبة حفيد سيدها يعني حفيد القائم على خدمتها وكادت أن وكاد أن يعني ينفصم الحلف اللي بينه وبين قريش فهم لما شعروا بخطورة هذا الأمر قالوا يعني طب خلاص يعني خلاص خلاص ما تزعلش لكن سيبنا إيه نوصل لاتفاق أفضل من كده النبي من جهته أرسل أيضا رسلا فأرسل واحد اسمه خراش بن أومية هذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على ناقة له يعني الرجل ركب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قريش لكن قريش عقروا الناقة وكادوا أن يقتلوه لولا أن حماه الأحابيش الجماعة عبد الحليس دول حموه ومنعوه أن يقتل طيب بعد شوية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الأول أراد أن يرسل عمر إلى قريش لأن عمر في الجاهلية كان سفير قريش أراد أن يرسل عمر في سيدنا عمر قال يا رسول الله قد علمت قريش عداوتي لها وغضتي عليها وليس في بني عدي بن لؤي عدي بن كعب من يحميني يعني قوم سيدنا عمر محدش فيهم يفكر يحميه مش هو سيدنا عمر لما حاجر أهل من يريد أن تسكوله أمر لا هذه رواية ضعيفة الصحيحة أن سيدنا عمر هاجر سرا أيضا سرا نعم لكن مالش من يريد أن يستسكوله أمر أنا ما نقول هذه رواية ضعيفة أصح منها أنه هاجر سرا كمان فقال لهم عدي بني عدي لهم أهلي ولكن أدلك على عثمان فسيدنا عثمان من بني أمية فبني أمية موجودين في مكة ولهم قدرهم فذهب سيدنا عثمان سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه جوار ابن عمه أباني بن سعيد بن العاص سيدنا عثمان عثمان بن عفان بن العاص ابن أمية هذا أباني بن سعيد بن العاص ابن أمية فأجاره ويعني ذهب إلى قريش وعرض عليهم موقف النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام فقريش احتبسته عندها قليلا يعني اتأخروا عليه في الرد من جهة أخرى أرسلت قريش مبعوث آخر يبقى احنا دلوقتي عندنا بوديل والحليس وحد تلك الراجل اللي رايح ده باقي راجل عسكري وزعيم ثقيف اللي هم الجماعة اللي في الطائف عروة بن مسعود الثقفي فعروة بن مسعود الثقفي احنا قلنا بوديل بن ورقاء ده نقدر نقول وسيط محايت الحليس ده كان راجل رقيق لكن راجل رقيق كده العروة بن مسعود هذا رجل قول مراجل عسكري وشديد الشاكيمة فدخل على سيدنا محمد يعني دخلة التهديد والوعيد كل ده سيدنا محمد مكانه فين بقى في الحديبية يعني ويف عندما أجابه أو مخوقة صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة أخرجت له قريش طليعة بقيادة خالد بن الوليد عندما كان كده اسمه كراع الغميم فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب لقاء خالد وسلك طريقا وعرا حتى نزل إلى الحديبية فلم ينتبه خالد بن الوليد إلا والمسلمون قد صاروا خلفه فرجع إلى مكة فالحديبية دي نقدر نقول على حدود مكة يعني جزء من الحديبية دي في مكة حدود الحرم وأغلبها في الحل يعني على أطراف مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه ومعسكره في الحديب فعروة بن مسعود السقفي دخل بقى دخلة التهديد والوعيد وقال يا محمد والله يعني أل سمعت برجل قبلك اجتاح قومه وإني ما أرى حولك إلا يعني أوباش الناس الأخلاط دول وما أراهم إلا يفرون عنك هيجروا فالدخلة دي طبعا رد عليه سيدنا أبو بكر في وقتها هذا الرد الغليظ قال أمصص بذر اللات أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمصص بذر اللات هذه كلمة شديدة يعني ما أدري كيف تشرح لكن القصد أن أبا بكر نهره نهرا شديدا لا المعنى إيه عايز يقوله إيه يعني 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 ترجمة العربي عايز يقوله إيه في الجملة دي عايز يقوله هذا لا يمكن هذا غير متصور أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قالها أبو بكر بنفس قدر اللهجة التهديدية التي جاء بها فعروة بن مسعود انتبه قال ألست أبا قحافة ألست أبو بكر يعني مش أنت أبو بكر والله لو لا يد لك عندي قديمة طبعا سيدنا أبو بكر ناس كلها تعرف خيره وفضله لو يعني لو لا يد لك عندي قديمة لأجبتك ولكن هذه بتلك يعني خلاص وكان حين يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم هو عروة آه هو عروة كده يعني فكان يقف إلى جوار النبي رجل مقنع وبيده سيفه فأول ما يمد إيده فيقرعه بقائم السيف ويقول أردد يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا ترجع إليك مين بقى الراجل المقنع ده ابن أخوه المغيرة ابن شعبة الثقفي فطبعا هو برضو اندهش لأنه كان يعني في قصة كده بينه وبين المغيرة ابن شعبة في الجاهلية وكان عروة ابن مسعود صاحب فضل على المغيرة فاندهش المهم أنه عروة لكن معرفوش من صوته آه عرفو لما قال له المغيرة لما صوته أتكلم فلما عاد عروة ابن مسعود صاحب قال يا معشر قريش لقد جئت قيصر في ملكه وكسر في ملكه والنجاشية في ملكه هو الراجل دام من علاقاته الدولية لفل فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد المحمد والله انتنخم نخامه يعني نظر من البصاق النبي صلى الله عليه وسلم انتنخم نخامة إلا وابتدروها وما أتى بوضوء يعني بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من المية التي تسل منه إلا وأخذوها ابتدروها وما يأمر بأمر إلا ابتدروا إليه وصرعوا إليه فحين بتدرك يعني حتى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم شوف هو عمل إيه مع بديل وعمل إيه مع الحليس لكن خلى عروة ابن مسعود يشوف هذه المظاهر التي فيها قوة النبي وتماسك الصحابة من حوله ويرى يسمع من أبي بكر ويرى ويسمع من المغيرة بن شعب فالراجل اللي كان جاي برسالة تهديدية ده رجع إيه وقد عرف أن الجماعة دول لا يمكن أن يفروا من حول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا حصلت معركة فهؤلاء القوم سيتفانوا فيها نعم مش هيجر ثم أشيع أن عثمان بن عفان قتل اللي هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم فلما أشيع أن رسول الله أن عثمان قتل بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بايع صحابته على الموت خلاص حيث أن الرسول قتل فهذا رسول الرسول إعلان الحرب فبالتالي بايعهم على الموت وهذه البيعة التي سميت فيما بعد بيعة الرضوان لأن الله تبارك وتعالى أنزل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فكل الألف واربعمائة دول بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى ألا يفروا وبالتالي تحول الموقف من موقف رجل معتمر وجماعة معتمرين وليس معهم إلا سلاح الراكب إلى قوة حربية توشك أن تدخل في حرب بهذه المعاني التي رآها الحليس ورآها بوديل ورآها أعوة بن مسعود بس لحظة يعني يعني البيعة الرضوان تمت بنفس ملابس العمرة بنفس الأسلحة مش نرجع بقى نجيب أسلحة تانية لا لا تمت على هذا على هذا الحل يعني ده استشهاد بالناس نعم فيه قدر طبعا قدر من الفدائية ولذلك أصحاب باعة الرضوان دول إحنا بنقول إن هم إيه المركز التاني بعد البدريين وإنت حتى لو بنبصها نلاقي البدريين وأصحاب باعة الرضوان اللي اتنين ما كنوش مستعدين لحرب لكن بايعوا على الحرب اللي هم حربوا في بادر في غزوة بادر ما كنوش مستعدين للحرب واللي بايعوا الرضوان نعم بايعوا باعة الرضوان فدخل قريش رعب عظيم شوف إحنا لو إحنا قاعدين مكان قريش هنستقبل الوضع كالآتي من دخل قريش رعب عظيم من تبايع المسلمين عارفوا يعني آه طبعا ما هو إحنا بنقول دي على أطراف مكة ولا من الرسالة اللي قالها أروة ما هو كله بقى مع بعض بس دلوقتي دخلنا في مرحلة إنه هذه القوة تحولت إلى قوة محاربة السؤال هم عارفوا إزاي أنه بايعوا هذه الأخبار تنتقل وإحنا بنقول إنه الحديبية على أطراف مكة يعني على حدود مكة فوصلهم إني أصحاب المحمد بيعوا على الموت فسارعوا بإطلاق عثمان بن عفان لأنه لكي يكذبوا الإشاعة ولكي يعني تنتهي هذه سارعوا بإطلاق عثمان بن عفان ثم أرسلوا رسول آخر اسمه ميكرز بن حفص هذا في زاري ثم أرسلوا وراءه مباشرة سهيل بن عمر سهيل بن عمر ده كان معروفا بأنه خطيب قريش وفصيحوها خطيب قريش وفصيحوها يعني راجل جاي إيه بشكل دبلوماسي يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال جاءكم سهيل سهل أمركم عارف أنت لما بتلاقي قاعدة وزراء خارجية بتعرف أن الأمور إيه رايحة للسلم والتفاهم يعني فسهيل بن عمر ده يعني دي شخصيته يعني يا راجل صنعته الكلام والفصاحة وأرسلوا سهيل بن عمر وقد اشترطوا عليه أنه يعني يتفق أي اتفاق لكن أهم حاجة أن هذا الاتفاق يجتمل على أن يعود محمد ولا يدخل البيت هذا العام ده الشرط الأساسي وفيما بعد يعني سهيل جايب أجندة جايب أجندة الخط الأحمر فيها أنه ما يدخلش مكة هذا العام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا طويلا يعني هو تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ثم خرجوا بهذه الاتفاقية الاتفاقية دي بوندها كالأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن مكة هذا العام ويزورها في العام القادم إذا كان العام القادم خرج القرشيون وأخلوا له مكة لأنه هذه يعني من نوع من العداوة والبغضاء أنه حتى إذا دخلت مكة مش هادين نشوفك يعني طيب ده البند الأول والخط الأحمر تحقق البند الثاني وأنه من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فقالت بنو خزعاء أما نحن في حلف محمد وقالت بنو بكر أما نحن في حلف قريش دون الناس اللي بيحضروا الصلح يعني الحاجة الثالثة وأنه تتوقف الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس ولا ولا إسلال ولا إغلال يعني ما يبقاش فيها غدارات ولا خيانات ولا يعني باللفظ المعاصر يعني لعبة من تحت الطربيزة يعني هذا البند الثالث والبند الرابع وأنما من جاء محمدا من قريش مسلما رده ومن جاء قريشا من محمد لم يرده فطبعا هذه اللحظة كانت من أشد اللحظات صعوبة على المسلمين بس لحظة نتوقف مع الشيء أنا آسف سهيل بن عمر كان رايح بالأجندة دي بالبنود دي ولا دا كان نتيجة النقاش يعني هل رسول صلى الله عليه وسلم كانت أجندته أنه يروح يعتمر هو الصحاب وأن الدنيا تبع تمام سهيل بن عمر هل كان جاي بالأجندة دي ببنودها ولا دا نتيجة المفاوضات بحسب ما نقلت الروايات فالشرط الذي اشترطه أهل مكة على سهيل قبل أن يخرج هو شرط أن يعود دا نقدر نقول البند الوحيد لسهيل خرج به ثم ترك الباقي لمفاوضات وانتهى على هذا الحال اللي احنا قلنا دا طبعا بنقول أنه هذه اللحظة كانت من أشد اللحظات صعوبة على المسلمين ليه؟ طبعا رايحين يعتمروا بعد ست سنوات على الأقل من الهجرة وشوقهم إلى الكعبة وهم خلاص اعتمروا ولبسوا الإحرام وساقوا الهدي وبعدين دا خلاص هم على أطراف مكة يعني هم عند الحديبية يعني جزء من الحديبية داخل الحرم يعني طيب ثم هذا يعني أولا مش يعتمروا هيرجعوا تاني والحاجة التانية هذا الشرط العجيب شرط أنه من جاء قريشا لم يردوه ومن جاء محمدا مسلما بغير إذن وليه يرده واشتد الموضوع أكثر لما أبو جندل ابن سهيل بن عمر جاء إلى المسلمين في هذه اللحظة وسهيل قاعد وكان أبو سهيل قد حبسه فهو استطاع أن يفك نفسه وأتى يرصف في القيود يعني هو متكاتف وقال يا معشر المسلم وألقى نفسه بين المسلمين فسهيل بن عمر نحن لسه لم نوقع سهيل بن عمر قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نقضي الكتاب بعد قال إذن لم نتفق على شيء أبدا قال اتركه لي قال لا أفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل يفعل قال لن أفعل لدرجة أن مكرز بن حفص اللي هو الراجل اللي جاي قبله قال له خلاص قد فعلنا لكن سهيل بن عمر لم يوافق أبدا وأخذ بتلابيب ابنه أبي جندل وسحبه معه وعاد به فعلا إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصيح يعني يا معشر المسلمين أتتركوني وعادوا إلى المشركين ويفتنونني في ديني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا جندل إن الله جاعل لك ولمن هم مثلك فرجا ومخرجا إنا قد عهدنا قوم عهدا يعني بالفعل تم الكتاب يعني الرسول استسلم نعم ترك أبا جندل لا وطرق ورجع ما أحرمش مع مش عمرة رجع ما أحرمش تب استسلم ما دي حزيمة ما هنشوف دلوقتي أنا بقول لك اللحظة كانت لحظة صعبة إزاي إن المسلمين رجعوا بعد أن كادوا يعتمروا وهذا الشرط العجيب ثم هذا الموقف اللي شفوه قدامهم موقف رجل مسلم يعاد إلى المشركين في نفس اللحظة لدرجة أن سيدنا عمر كان ماشي كده جنب أبو جندل يقرب إليه قائمة السيف يعني بحيث أن أبو جندل يستطيع أن يسحب سيف عمر ويقتل أبا أبو جندل كان له أخ اسمه عبد الله عبد الله هذا فر إلى المسلمين قديما في غزوة بدر كان أبوه برضو حبسه لكن فر إلى المسلمين قديما في غزوة بدر وكان من شهودي صلح الحديبية يعني وقع على صلح الحديبية يعني سعيل ده عنده ابن جوه بيوقع على الصح وعنده ابن لسه جاي حالا بالظبط كده فطبعا المسلمين يعني قاعدين كده وكلهم تشوق أن الاتفاق ده ما ينقضيش أبو جندل جاء عمل إيه ما يشبه أن الاتفاق مش هيتم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا فينحروا الهدي يقوموا فينحروا الهدي يعني خلاص إحنا مش هنتحرق هنرقع فلم يقوم أحد فنادى عليهم ثانية فلم يقوم أحد فنادى عليهم ثالثة فلم يقوم أحد طبعا ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته أم سلمة التي استحبها معهم في هذه الغزوة وقال يا أم سلمة هلك الناس أقول لهم قوموا فلا يقوموا أحد فأم سلمة قالت يا رسول الله انهض يعني انحر هديك وحلق فإذا رأوك قد فعلت هذا فعلوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكلم أحد فنحر الهدي وحلق فقام المسلمون يحلقون لبعضهم وينحرون الهدي وقد كادوا أن يقتتلوا من الغم يعني اللي بيحلق لأخوه اللي بيتبح من شدة الغضب ربما قتل اللي جنبه وعمر رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست رسول الله قال بلى ألسنا على الحق أليس على الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى قال فعلا ما نعطي الدنية في ديننا طيب إحنا ليه بعد ده كله هنرجع فليما نعطي قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري لكن برضو سيدنا عمر يعني يفور غيظة نرحل سيدنا أبو بكر قل له يا أبو بكر ألسنا المسلمين أليس المشركين أليس رسول الله حقا وبعدين كان قبلها سيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن تعدنا أننا سنذهب إلى البيت ونطوف قال أفقلت لك هذا العام قال لا قال فإنك زائر للبيت وطائف به لكن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر برضو يعني من هذا الغضب ذهب لسيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر قال يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله سيدنا عمر بيقول فيما بعد فيعني إنه ظل يعني يتصدق ويطعم ويعتق رجاء أن يغفر له هذا الموقف الموقف اللي هو ما كانش متقبل فيه قرر النبي وفيما بعد سيدنا سهل بن حنيف هذا من الصحابة قال كلمة مؤثرة جدا كان بيكلم التابعين كان يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم اتهموا رأيكم فلقد والله وجدتني في الحديبية ولو أستطيع أن أعصي رسول الله لفعلت يعني هو لولا إن أمر رسول الله ما كانش حدها يتقبل هذا الموضوع اتهموا رأيكم يعني لما يجي لك آية ولما يجي لك حديث وأنت مش فهمه أو في نفسك منه حرج اتهم نفسك ما تتهمش الشرع الآية والحديث فلكن الموقفين دول يصوروا يعني الغم الذي كان فيه المسلمين والنبي يقول للناس قوموا ما لا يقوموا لا وإنت قلت إننا نحن هنحارب وهنموت ماشي نحن موفين فالمهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية مع هذا ونزل عليهم في طريق العودة صورة الفتح إننا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم هذا سؤال عمر رضي الله عنه قال رسول الله عمر سأل نفس الشيء أوفتح هو أنا كويس أوي ماشاء الله أوفتح هو قال بلى والذي نفسي بيده إنه لفتح طيب فين الفتح بقى هو هنا اللي احنا هنقوله ده دلوقتي يعني إننا فتحنا لك فتحا فتحا مبينة دي بعد سلح الحدى يبيع اللي هو مفترض إنه عزيمة يعني اللي كل الشواهد واللي كل المسلمين غير بتغلي ومتدايقين وهيقتلوا بعض ولذلك لم يفرح المسلمون إلا حين نزلت هذه الصورة يعني ظلوا في الغم والهم إلى أن نزلت هذه الصورة بس رأي سيدنا عمر ده واضح إنه رأي ناس يعني مش بس عمر هو اللي قال إنه الفتح يعني أكيد فيه ناس في الجمع ده قالوا طيب فين الفتح ما هو ده بقى إيه اللي احنا بنقول إنه هو التسليم لقرار النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لشرع الله لأنه لم يتضح كونهم فتحا إلا فيما بعد طيب إيه اللي خلاه بقى فتح أولا هذا الفتح هو بالتعبير المعاصر نقدر نقول الاعتراف الدولي بالأم بالدولة الإسلامية أموك أوقفك دي واحدة عندي سؤال لك هيرجعنا فلاش باك بس هو يعني مهم نعم يعني لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة للعمرة وإذا كان هو اختاره فهو اختاره عن رأيه الشخصي عن رأيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصي أم أنه كانت وحيوحة يعني نعم والله هذا الأمر طبعا برضو فيه خلاف بين العلماء الذين قالوا أن منام النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤية النبي هذه الرؤية قالوا بأنه وحي إن اختيار هذا العام هو وحي وبعضهم قال إنه لا يمنع إنه يكون فيه وحي لكن خلينا نحلل الموقف سياسيا فالموقف سياسيا كان لابد أن يأخذ النبي زمام المبادرة بعد أن استعصى وجود الدولة الإسلامية على الإنهاء يعني دلوقتي لم يستطع المشركون أن يقتحموا يبقى المفترض في هذه اللحظة ناخد زمام المبادرة وإيه ونبدأ نتحرك يعني مثلا أرنولد توينبي كان بيقول إيه إنه كان ينبغي على أوروبا أن تنقضى على الدولة العثمانية عشية فشالهم في حصار فينا لكن هيبة العثمانيين أجلت اللحظة دي 200 سنة تمام فإنت في اللحظة التي يفشل فيها عدوك عن بلوغ أهدافه المفترض أن اللحظة دي هي التي تساوي امتلاك زمام المبادرة والأخذ بالمبادرة فلذلك غازوة الخندق كانت فيه شوال سنة خمسة وهذه كانت فيه ذي القاعدة سنة ستة بعدها في السنة التالية مباشرة أنا أقرار سياسي أقرب لأنه حان الوقت الآن لأخذ هذه الخطوة لتحريك الموضوع نعم لكن حتى أخذ هذه الخطوة ما كانش أخذ حربي زي ما قلنا كده وإنما كانت معركة سياسية وإعلامية نرجع بقى ليه فتح اللي احنا نتعرف بعد كده الأول أنه هذا هو الاعتراف بالدولة الإسلامية الاعتراف القانوني الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية وهذا أمر ليس أمرا سهلا يعني ده مش موضوع بسيط ومش مكسب هين مسألة أنك توصل للاعتراف وأنا أتصور أن تستضيف هنا كبار السياسيين أي اللحظة التي يكتسب فيها أي حزب مثلا المشروعية من السلطة بتبقى لحظة يعني الإخوان مثلا فضلوا عايزين يكسبوا هذه اللحظة لغاية الثورة وفضلوا جماعة مع حزورة 80 سنة فلسطين إلى الآن عايزة تكسب موقع فيه العالم المتحدة ويبقى دولة معترف بها طبعا ودي اللحظة التي تقف أمامها كل العالم لكن الخلاصة هنا برضو التي يجب أن نفهمها أنه محدش هيعترف بالدولة إلا حين يعجزون عن إنهائها يعني اللحظة دي ما كانش ممكن تحصل قبل غزوة الأحزاب لما تبقى الدولة واقع غير قابل للإنهاء ساعتها يبدأ تبدأ الاعتراف السياسي أنا محدش بيأخذ اعتراف سياسي وهو لا يستحقه ولذلك لما أيضا في صلح الحديبية يعني لم يكن لهذا الصلح أن يتم لو لا بيعة الرضوان لأنه العاجز عن الحرب عاجز عن السلم يعني لولما هو موجود لاستعداد إلى تحويل هذه الكتلة إلى كتلة حربية استشهادية ثقرة لعثمان بن عفان في قوة يعني أكبرتنا على المفاوضة العاجز عن الحرب عاجز عن السلم اللي ما يقدرش يحارب محدش بيديله السلام يعني وزي ما بيقولوا المفاوضات أو طاولة المفاوضات أو موائد السياسة تحصد عمل الميدان محدش بيكسب على موائد السياسة شيء هو غير قادر على كسبه في العرض المعركة فيبقى أولا الاعتراف ودخول أحلاف في عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم خزاعة ووضع الحرب عشر سنوات ووضع الحرب عشر سنوات ده يعني وجود الاعتراف ووضع الحرب عشر سنوات خلى إيه؟ خلى انفتاح الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم على كل الجزيرة العربية والنبي استثمرها فيما بعد حتى في مراصلة الملوك خارج الجزيرة العربية شيء طبيعي ومقبول ومعترف به وبدون حساسيات وحزازيات فلذلك يقول علماء السيار أنه فلم يكن أحد يعقل يكلم في الإسلام إلا دخل فيه لأنه في لحظة ما قبل هذا الصلح المفروض الجماعة دول جماعة إرهابية منبوزة منبوزة موجودين كأودي خلية إرهابية والمكان ده مكان محظور وأي حد بيتعامل معاه بيبقى عنده مشاكل مع قريش ودخل فيه عداوة ضمنية مع قريش لكن حيث أنه قريش نفسها تعاقدت معهم فالأمور فبقولك فلم يكن أحد يعقل يكلم في الإسلام إلا دخل فيه فلذلك دخل في الإسلام بعد صلح الحديبية مثل الذين دخلوا في الإسلام من بداية الدعوة هنا عايزة أعببا إذا كان أحد شروط المعاهدة أنك أنت هترجع أي حد يسلم طيب بل الانتشار إزاي صحيح دي حاجة تانية برضو أولا الشرط المعاهدة أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه فإنه يرده ليس هذا على عموم الناس يعني مش كل واحد ييجي من قبائل العرب الأخرى نرجعه هي قريش بس هي قريش بغير إذن وليه لكن الإنسان مالك أمره مالك نفسه يعني لو زعيم في قومه بيروح من غير يعني من أي قبيلة تانية من سقيق أو غيره يرجع أبو موجود واحد عادي من أواسط الناس ولا يزال سيد القبيلة موجود ده ما يعرفش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن من داخل قريش من داخل قريش لكن هذا الشرط عمل إنفلت من المستضعفين في قريش رجل اسمه أبو بصير وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأرسلت قريش ورأه رجلين قولوا يا محمد نناشدك العهد إن هذا قد أتى إليك بغير إذن وليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ما الرجل يزعل ما الرجل يزعل إن قد عقدنا القوم عقدا ولسنا بناقضيه وإن الله جاعل لك ولمن هم مثلك فرجا ومخرجا فعادوا به إلى مكة يعزبوه فلما كان في منتصف الطريق استطاع أبو بصير أن ينفلت منهم وقتل أحدهم وفر الآخر إلى المدينة إلى المدينة نعم هربا من أبي بصير فعاد أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وفد ذمتك خلاص أنت عملت اللي عليك ورجعتني ورجعتني فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال والكلمة دي معناها لا معناها معناها أنه بالشكل أو بالمصطلح العادي أن أنت بتاع مشاكل خلني أقول أنت بتاع مشاكل أنت في رجلك مشاكل أنت بتاع مشاكل ففهم أبو بصير منها أن النبي سيرده دي واحد وفهم منها أبو بصير وفهم منها المسلمون المستضعفون أنه لو هيئت رجال يعني لو هنوقف معا هنوقف لا لو هيئ رجال فهم يستطيعون بأنفسهم أن يشنوا حربا ما أنا أدنى في بتاعك مش المسلمين دول خارج اتفاق المسلمين آه تمام فالتجأ أبو بصير إلى مكان اسمه سيف البحر على الساحل عمل كده ما يشبه الخلية أو ما يشبه السرية أو الميليشيا التي تهدد قوافل قريش دول جماعة حروب عصبات بقى أقول لهم هم المتارضين في الجبل أيوة فصار كل من ينفلت من قريش ينفلت إلى أبو بصير مش ينفلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا دول ناس خارج المعاهدة آه من نجدعوا بقى من نجدعوا دول مطاريد نعم بعض إخواننا أنا حلقة الحقيقة اسمعتها من الشيخ مصطفى البدري هذه كان بيقول أن مشهد أبو بصير ده المشهد الممنوع من العرض في صلح الحدايبية يعني أنت تلاقي ناس كتير من السياسيين المسلمين يتكلموا في صلح الحدايبية عشان يبرروا تنازلاتهم آه إنما محدش بيتكلم عن أبو بصير وإنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن ما يفعله أبو بصير لم يدن ولم يشتنج ما قالش أي حاجة آه ولا ألده إرهاب وعنف ومش عارفه ما قالش الكلام ده كله يعني لا هم طالما ناس خارج هذا الاتفاق ما ليش دعوا بيهم ما ليش دعوا بيهم نعم بل إنه فهم بعض الألماء أيضا من قوله مساعر حرب لو كان معه رجال أن النبي يسمح له بهذا طالما هو خارج اتفاق المسلمين فهو مطلق اليد فظلت ظلت هذه المموعة الرجل من قريش الرجل من قريش اللي رح للنبي عليه السلام اللي هرب من أبو بصير ده عاد إلى قريش لكن انفلت أبو بصير وفضل فالتحق به أبو جندل اللي هو ابن سهيل ابن عمر غرب تاني لأن سهيل ابن عمر والمسلمين اللي كانوا مقيدينهم ومستضعفينهم فكوهم من القيود لأنهم ضمنين ما حدش يروح هتروح لمحمد هيرجعك فاتفاجئوا بقى أن الناس اللي فكت من القيود دي بقالهم مأوى تاني يبقى عندنا جيب أي حد عايز يروح يروح الجيب ده نعم وصارت هذه المجموعة تغير على قوافل قريش فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إلغاء هذا البنت إنه خلاص هؤلاء الذين خرجوا من عندنا مش عايزينهم وضموهم إلى دولتك وأدخلهم في العهد الذي بيننا سدقك بتع قريش دولك وفكر كويس أول يعني بص لما أنت تلاقي عندك مطريط في الجبل بيحددوك أنه أخطر محمد وأصحابه ولده وعهد وسلم ولا دول بس زغط نعم فلما أرسلت قريش تطلب إلغاء هذا العهد يعني سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعودوا إلى المدينة وأن يدخلوا في دولته وفي العهد ومات أبو بصير قبل أن يصل المدينة أصيب فيه غارة من الغارات فلم يصل إلى المدينة غارة من الغارات عسكرية يعني نعم لما هو أغارها على القوافل القوافل طبعا بتحصل معارك لأنه يبقى معهم حرس قوافل وهكذا فأصيب إصابة مات فيها قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصحابه رحوا المدينة نعم لكن أصحابه ذهبوا إلى المدينة فهذا الموقف بهذا الشكل المسلمين ماذا كسبوا كسبوا أولا الاعتراف الدولي زي ما قلنا كسبوا أنهم العام التالي ذهبوا إلى العمرة وطافوا بالبيت المكسب التالي أن الهدنة سمحت بالانتقال والتجارة والحوارات مع الناس وسمحت بتعرف الناس على الإسلام ثم ألغت قريش بنفسها هذا البند الذي رؤيا أو نظر إليه في أول عام بين لغاء قريش وتوقيع العائد أتصور سنة يعني برضو هذا التاريخ فيه يعني قريش مرت المعاهدة ولغت بينها سنة أرينا نعم منهم سنة تقريبا والسنة الجاية الرسول الرحبة إلى عمرة القضاء هذه هذا أمر يعني ذهب إليه المسلمون في عمرة القضاء فبهذا الشكل كان صلح الحديبية فتحا مبينا بهذه المكاسب التي بدت في أولها وعلشان كده لما بنقول لما سيدنا السهل بن حنيف رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم يعني الحاجة اللي احنا كنا مديئين منها وزعلانين وهنموت من الغم لم نكن نعرف أنها فتح مبين وأنها جاءت على المسلمين بكل هذه المكاسب لا يعني أغفر لي ربنا عصدي لو أنا قلت تقوم لها مش صحيحة يعني مش ده قول سقيل أنك أنت تقول لي وأنا مهزوم باين مهزوم إننا فتحنا لك فتحا مبين مش ده قول سقيل قول سقيل ولولا أنه نزل على مؤمنين لم يكن يعني أنا بقول كنت رايحة أعمل عمرة وجبت الخروف وقالين تقول لي يرجع وقالين تقول لي إننا فتحنا لك فتحا مبين أقول لك على حاجة من الملامح اللطيفة في هذا الموضوع ما كتبه الشهيد سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن سورة الفتح جاءت بعد سورة محمد وسورة محمد تسمى سورة القتال لأن فيها الأمر بالقتال وفيها أن القتال تكليف ثقيل فسيد قطب بيقول بيقول اللي يشوف لهجة سورة الفتح ويقارنها بلهجة سورة محمد يعرف إن هذه الجماعة المسلمة قد نضجت إيمانيا وصارت في مرحلة من السكينة يعني سورة محمد سورة فيها قوة وصورة فيها يعني إنكار على النفاق وصورة فيها أمر بالقتال رغم إنه ثقيل وصورة فيها أمر بالإنفاق رغم إنه ثقيل سورة فيها قوة كده وحتى لهجتها أشبه بطبول الحرب يعني أولها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين أمنوا عن الصالحاتي الذين أمنوا عن الصالحاتي وأمنوا من نزل الله محمد وهون حقهم ربهم كفر عنهم سيئتهم وأصلح بالهم يعني أصدأ أول إلا يقرأ الصورة هيشعر فيها بإيه بطبول حرب لكن صورة الفتح كلها سكينة وإيمان وهدوء إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالصورة تعترف للمؤمنين بالإيمان وأن الله زادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيم وفي سنايا هذه الصورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وختمت الصورة بهذه الآية اللطيفة أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار القصد أن السكينة ورضى الله تبارك وتعالى ينتشر في عموم هذه السورة يعني سيد قد بلاحظ أن لهجة السورة محمد اللي كان فيها الإذن بالقتال غير لهجة الفتح اللي فيها يعني شوف في الأول لهجة أن المسلمين يثقل عليهم القتال والله يحرضهم عليه السورة الثانية المسلمين مندفعين إلى القتال والقرآن هو الذي يخبرهم بأن هذا الصلحة فتح ورجوع ويبشرهم أيضا ويبشرهم بدخول البيت لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا على كل حال القصد يعني أن لهجة الصورة صورة الفتح كانت لهجة تنزل على قوم المؤمنين ثم الدليل هو ما رآه المسلمون فيما بعد فعليا لانفتاح العالم على المسلمين طيب يعني أنا بين ثلاث كتل بشرية كتلة قريش بما فيها من قوة وسيطرة على الحرم وأيضا قوة على المفاوضة لازم نعترف لهم بدا نعم وكتلة مؤمنة بحوالي الرسول ألف ربمائة شخص كانوا معتمرين وبعدين تقلوهم لا خلاص ما فيش بما وكتلة خارجة للمطاريط بتاعت أبو بصير الثلاث كتل دول يعني دول بيحركهم مهما غانم في الدنيا بتاع قريش وعصبة أو عصبية كتلة التانية بيحركها الإيمان أيضا كتلة التالتة بحركها الإيمان طبعا ثم هناك كتلة رابعة ظهرت اللي هي وهي من أسلموا من قريش بعد صلح الحديبية وبعد إلغاء العهد وهؤلاء كان منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة وعدد من يعني زهرات قريش حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ألقت إليكم قريش أفلاذ أكبادها طبعا قصة سيدنا عمر قصة سيدنا خالد تحتاج أنها تروة في مقام مفصل بس الخلاصة أنه بعد ما تلغى الشارت ده جوم بقى نعم سيدنا عمر بن العاص هاجر إلى الحبشة هو طبعا سيدنا عمر بن العاص كان داهية من دهات العرب هاجر إلى الحبشة لأنه كان صديقه النجاشي بتاع الحبشة فلما ذهب إلى الحبشة وجد رسول الله عند ملك الحبشة لأن النبي بعد صلح الحديبية بدأ يرسل الكتب إلى الملوك فمن ضمنها الكتاب الذي أرسل إلى النجاشي فعمر بن العاص رأى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عمر بن أمي الضمري فقال يعني بالعلاقة اللي بينهم قال له هذا الرجل قتل من سادتنا وأنا خرجت وأهلي وقومي يتهمونني أنني خرجت خوفا من محمد فلو أنك تعطيني إياه فأقتله بمن قتله من قومي لصارت لي عند قومي يد مفهومة يعني هو بيقوله الراجل ده قتل حد عندي وأنا عايز أقتله لأننا دلوقتي متهم في قريش أننا سبت قريش وجيت الحبشة علشان خايف من انتصار محمد فأنا لما رجع لهم بقتل واحد من انتصار محمد فالنجاشي غضب غضبا لدرجة أن عمر بن العاص رعب وقال أتأمرني أن أسلم إليك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موس فعمر بن العاص يعني إيه وما يعمل خرج دي من مك خرج من مكة لأنه شايف ميزان القوة عمال إيه يميل ضد مكة شايف المركب بتغرق فقال لك يا جري أنا بأفلى علشان كده كان عايز يقتل الراجل ده علشان إيه يرجع تاني يرجع ويمحو عن نفسه أنا فاكره خرج يمفر بدينه يعني لا 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 خرج وهو مشرك فلما سمع ده يعني استغرب أنه طبعا النجاشي كان عنده علم وأهل الكتاب لأنه النجاشي مسيحي والنجاشي أسلم فلما يعني رأى الوضع فأسلم عمر بن العاص في الحبشة وأسلم عنده النجاشي وعاد إلى مش إلى مكة بقى عاد إلى المدينة لا لاحظة بس أنا أقول لعندي إحنا أمام رجل تاجر اسمه عمر بن العاص زكي مراوغ يعني فيه كل الصفات اللي تخليك توقف توقف عنده صحيح خرج من مكة لأنه حاس المركب بتغرأ صحيح ثم الرجل هدده النجاشي وقال له أنت الرجل من نموس هو مش هدده هو بيقول له هذا أمر مكة لعمل إزاي نأسلمك واحد رسول رجل يأتيه النموس الأكبر الذي كان يأتيه هل إسلام أنا السؤال ما عرفش عندي في مصدر لي هل إسلام عمر بن العاص هنا نتيجة لتقدير النجاشي النجاشي وهو ملك للرسول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه لتصديق النجاشي بأن هذا الرجل تأتيه يأتيه النموس صدق النجاشي واندهش أن النجاشي المسيحي يعرف أن هذا هو رسول الله المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا لو أنا عايز فاهم أنت عايز تقول لي لا أنت رشاه أنه لي لو المركب بتغرأ ما هو راح للمنتصر لا أنا عايز أقول أنه هو اتعلق في المركب الكذبان ما أنا بقول كده ممكن يعني لو صح هذا لكان خرج من مكة إلى المدينة أنا تردت لك ويس لو أنه المسألة مسألة حسابية يمكن ما شافاش غير عند النجاشي هنا يأتي نص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص يعني النبي شهد له بالإيمان طيب يعني المهم في النهاية عشان الوقت خلص هو رايح للمدينة قابل خالد بن الوليد خارج من مكة رايح للمدينة فقال له ما الذي أخرجك قال يعني قل لي أنت الأول سيدنا عمرو فخالد قال قد والله استقام المنسم استقام المنسم يعني اتضح الأمر وإنه لرسول الله حقا سيدنا خالد بن الوليد هذه لحظة إيمانية من الوحده آه لحظة إيمانية من غير محد يقعد معه ولا يكلم ولا أي حاجة يعني له قصة أيضا أن النبي صلى الله أرسل إليه أخاه أخوه الوليد بن الوليد بن المغير أخوه لأن أخوه كان أسلم قديما بعد غزوة بدر أرسل إليه يعني كان يرسل إليه ودعوه الإسلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه هذه حكمة النبي وما يعرفته بنفس الناس قال للوليد ذات مرة أمثل خالد يجهل الإسلام والله لو جاء إلينا لعرفنا له قدره فصارع أخوه الوليد بن الوليد وأرسل هذه الرسالة إلى خالد بن الوليد وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثل خالد يجهل في عقله يجهل الإسلام والله لو جاءنا لعرفنا له قدره فنقدر نقول أن هذه الرسالة أثرت فيه أثرت فيه مع ما يراه أيضا سيدنا خالد بن الوليد من نمو أمر المسلمين الغير طبيعي وذهب إلى فالمهم التقوا ودخلوا معا إلى مكة إلى المدينة وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها أستاذ محمد أنا كنت متخني سلح عدابية يأخذ خمس دا ويخلص بس أنت توقعك تلعى مزبوط لكن في كلام برضو كتير لكن الحلقة الجاية يعني خليها الحلقة الجاية بقيا إن شاء الله الحلقة الجاية نحن نشوف فتح مكة هذا هو المعركة الأخرى حسين مؤنس جاي بقى صورها وخريطها في الكتاب بتاع الموسوعة الإسلامية نعم والله كان عندنا خريط بس نبقى نعرضها بقى المرة اللي جاية إن شاء الله طيب كنا قعدنا عشان ناس تعرف فين حدايبي موقات الحدايبي بس خلاص نعملها المرة حصل خير إنما بقى أكرر الشكر حضرتك ومرة جاية لفتح مكة إن شاء الله بشكرك جدا أستاذ محمد الهام الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أسعدت جدا بالحلقة دي واللقاء مع حضرتك بشكرك بس أنت حفظت الأسماء الأونيدي إزاي ده أنا نسيتهم دلوقتي مع التكرار بديجي والله أنا دلوقتي عايز أقول أسماءهم قل ليس بس اللي فاكرهم لكن الباقي أنا وعروة في واحد بقى في الأوراة من بودايل طيب وماشاء الله بوكار شكر حضرتك إن شاء الله نلقاك الحلقة القادمة وفتح مكة بالحوار الرائع ده اللطيف ده الممتع والمليان معلومات مع نسيد محمد الهامي خلص الحلقة إلى أن أراكم غدا تصبعوا على خير تصبعوا على وطن حر موسيقى 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 اشتركوا في القناة